بحفاوة في الاستقبال تعكس تطورا جديدا في العلاقات المصرية القطرية أمير قطر تميب بن حمد في القاهرة في زيارة هي الأولى منذ نحو سبع سنوات الزيارة التي استمرت يومين شهدت مباحثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية وتداعيات الأزمة في أوكرانيا زيارة عدها مراقبون تتويجا لفتح صفحة جديدة في العلاقات وإذابة الجليد هناك ترتبات كل وكالات الأنباء بتنقل على أنه محور الحديث هو أنه يتم تصالح النظام المصري مع جماعة الإخوان والتدشين لمرحلة سياسية جديدة في مصر والإقليم وأعتقد أنه ربط هذا الموضوع بالجانب الاقتصادي بأنه سيتم تدشين ما يقرب من 60 مليار دولار لدعم الاستثمار في مصر وشهدت المباحثات حزمة من الاتفاقات الاقتصادية ولسيما في قطاعات الطاقة والزراعة إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري خصوصا ما يتعلق بتعزيز تدفق الاستثمارات القطرية إلى مصر ما سيعزز بحسب مراقبين العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة المقبلة منذ حوالي شهرين أعلنت قطر عن الاستثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار في قطاعات مختلفة ويتوقع أيضا أن تسمر هذه الضيارة عن مزيد من الاستثمارات القطرية في كافة القطاعات الجديدة في مصر خصوصا ما يتعلق بها بالطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والموانئ وغيرها وكانت العلاقات بين القاهرة والدوحة قد تنامت منذ توقيع اتفاق العلال عام الماضي الذي اتفقت فيه مصر والسعودية والإمارات والبحرين على إنهاء مقاطعتهم لقطر التي بدأت عام 2017 حيث دخلت العلاقات بين مصر وقطر مرحلة متقدمة من المصالحة جملة من اللقاءات والزيارات تكلل اليوم بزيارة أمير قطر إلى القاهرة تهدف لإذابة جليد سبع سنوات من المقاطعة وتتوجه باتفاقيات تبادل تجاري واستثمارات مشتركة خلد بعرب القاهرة الميادين